مع قلوب مصرية قلوب مصرية النهاردة يمكن بنحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر العاشر من رمضان ذكرى تحطيم خط برنيف ذكرى نقول الانكسار ونقول اثبات ذات للجيش مصر وكسر الجيش اسرائيل الذي لا يكر وتحطيم خط برنيف النهاردة احنا معنا مجموعة شباب جاية من المحافظات عشان تحتفل بجيش مصر وتبعت برقية تهنئة للجيش وللقادة السياسيين وللستاد الرئيس عبدالفتاح السيسي معنا ناس جاية من الشرقية معنا ناس جاية من ضمياط من منصورة من الجيزة كلهم جايين كلهم جايين عشان يبعتوا برقية تهنئة وباقة ورد لارواح شهدائنا من الجنود وبنقول الرسالة بنوصلها عن طريق الشباب اللي موجود معنا في الستوديو للخوانة والعملة لا جيش مصر باقي جيش مصر ما فيش حاجة هتهزوا وان شاء الله بإذن الله خيروا أجناد الأرض خلونا نتعرف على ضيوفنا الكرام اللي جونا من المحافظات النهاردة ونبدأ صهرتنا الأمسية الجميلة اللي ان شاء الله بإذن الله تعجبكم أنا برحب بالأستاذ محمود أسامة أهل ونسأل بك أستاذ محمود الأستاذ أحمد طمان أهل ونسأل بك أستاذ أحمد الأستاذ محمد حينما أبو سلامة أمينة التواصل الجمهيري بحزم مصابة الوطن أهل ونسأل بحضرتك المهندس عمر محمد منازل أهل ونسأل بك أستاذ عمر الأستاذ أعولى إبراهيم أهل ونسأل بك أستاذ أعولى الأستاذ أصمر أهل ونسأل بك أستاذ أصمر الشعيرة جميلة بنت دمياد شوه دي أهل ونسأل بك أهل ونسأل بك أستاذ عمر بيوصلها للجماعة نقول الخوانة احنا هنقول الخوانة اللي مش قاعدين نقول الفاظ تانية عشان احنا صايمين ولجنودنا الباس بنقول رحم الله شهداء الوطن برحب بحضرتك الاول وبرحب بوصل البرنامج ودف الكرام رحم الله شهداء الوطن واحنا اخواتهم وبوصل رسالة لرئيسنا العظيم القائد الاعلى لقوات المسلحة والمستسل العسكرية ان احنا اخوات الشهداء لو مات جندي في مليون ومئة مليون مواطن في مصر دول اخواتنا واحنا لان نفرد في دم الشهداء بقدم برضو اعتزازي لكهداء حزب مستقبل الوطن بكيادة المستشارة عبدالروا عبدالرازي والمؤنس اشرف رشاد نوارد رئاس الحز والمستشارة عصام هلال الامين عام المساعد وبرحب بديوفي وبرحب بحضرتك وكل عام وحضر الكتابين بمناسبة ومضان كريم خلونا نبدأ بدري مع المهندس عمر ونسمح حاجة في حب مصر موسيقى 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 مكان غناية مش كفاية برغم أي ما إحنا صعبة عشت فيها بكرة قبلي من ابني فيكي ألف قصر يلي بتقولوا إنها راحت عليها اسألوا كتاب التاريخ من هي مصر يا مصر الله عليك خلونا نسمع بنت دميات صوت البنت المصرية اللي جاية لابس لبس القوات المسلحة وبتوصل رسالة بتقول إن في ناس على الجبهة وفي ناس في الشارع وكلنا في دمصر نسمع حاجة من الأستاذ إنجيل نسمع قصيدة بعنوان نحن الجنود نسمع نحن الجنود أبناء الأسود أبناء من عبروا وحطموا كل القيود أبناءك يا مصر الخلود نعاهدك يا مصر بأن نكون فوق الجبال تحت التلال أمامها أسود سفينة الحق تجري أمامك يا مصر تحمي السلامة بص الأمانة ترمي الورود شراعها يطوي السماء يشق البحار والأنهار يبغى النهود يا مصر إذ كانت حياتنا هي سمن بقائق ها هي تبغى الخلود وإذا العدو يوما تطاول فنحن يا مصر الصمود يا مصر عشتي وعاش رجالك أوفي أقوي شجعان كانوا يا مصر النور لما كان في الدنيا الظلام كانوا يا مصر السفينة لما كانت ساعة الطوفان رجالك يا مصر حربوا ضحوا عبروا رجالك يا مصر قالوا ساح يا مصر ويسقط الطغيان بصوا شفيا جندي ويسأل عن رجال كانوا هناك على أرض سينة الغلية فوق الرمال وقفين صحيين واصلحهم بين إيديهم وحلفين ما ييجي يوم عليك يا مصر وتعيش في ظلام بصوا شفيا يا مصر ويسأل كم سنة عشنا في سلام ومين يا مصر ضحب حياته ومين يا مصر عايش ولسه شايل ذكرياته تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر أنا شايف في حاجة الأستاذ محمود والأستاذ أحمد هيددقوا بيها الصهرماني سمعونا حاجة كده مصر مثل موسيقى 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 ماذا تشف هواك مطلبي وعندي الحبيب صليت صبحتك بيوري النبي مسيتك بقال البيت ماذا تشف هواك مطلبي وعندي الحبيب صليت والنظرة من العدنان بتخلي الحبيب هيمان يا سر الوجود يا طهى أنا جاي وحياتي متاهة بتعطر بنور النبي وتعطر بآل البيت صبحتك بنوري النبي مسيتك بقال البيت ماذا تشف هواك مطلبي وعندي الحبيب صليت كف كفت دمعي الحنين عندي المقام كفت الله وسألي نور النبي شربت ما استكفت الله لفرش ورود الحب وزرعها في الرضا دا العشق فيك يا نبي يا حبيب صلواته المفروضة اشوق وصاب قلبي بكيت اقول حنين يعني ايه زنبي غير حب بآل البيت صبحتك بنوري النبي بسيتك بآل البيت ماذا تشف هواك مطلبي وعندي الحبيب صليت عليه الصلاة والسلام جميل وشباب وروحانيات وكلام خارج من القلب دي في ذكرى انتصارات اكتوبر العاشر من رمضان واحنا معنا بمداخلة للاستاذ احمد عطالله الامني المساعد لحزب مصطعب الوطن بنحافظة الجيزة قلونا سألن بك احمد بيه احمد بيه احمد بيه زي حضرتك كل عام حضرتك بخير حضرتك طيب ومصر كلها بخير وشعب مصر العظيم وكل ديوفك الجرام بخير ورمضان كريم احنا النهاردة بنفتافل بذكرى انتصارات حرب اكتوبر العاشر من رمضان كلمة بتوجهها بحزب مصاب الوطن للكيادة السياسية ولو شعب مصر اولا طبعا بقولي الشعب مصر كله كل سنة بنتوا طيبين بنسبة رمضان وبذكرى العاشر من رمضان بحرب اكتوبر المجيدة حرب الاجزة برامة وبنشكل طبعا كده السياسية بقد فريعب فتح السيسي وكل الجيش والشرطة وكل الشعب المصر العظيم احنا عاوزين نعرف من حضرتك الفترة اللي جاية احنا شايفين الحزب في الشارع بالشارك ويمكن عامل دعاية وتوعية للناس عشان فيروس كورونا يا طرى في حاجة جديدة الفترة اللي جاية من الحزب الحزب طبعا حضرتك عارف احنا كل مراحلة وكل فترة حزب مستوى بالوطن بيقدر كل الجديد وكل اللي هو يبقى قريب بهم من المواطن المصري فزب الظروف اللي احنا عايشينها كورونا والظروف اللي طبعا اللي حضرتك عارفها دلوقتي الشعب كل عايش فيها والظروف الاقتصادية اللي الصعب على الناس غير قادرين مالياً حزب مستوى بالوطن الحزب الاقوى والاول في مصر والحزب المتواجد دلوقتي في الشارع وهو الحزب الوحيد بشغال دلوقتي يعني مش عايز اقول لحضرتك ان مع احترام لكل الاحزاب بس هو اقوى حزب دلوقتي في مصر حزب مستوى بالوطن احنا شايفين في فعليات على الارض الشارع احنا شايفين يمكن بيوفروا السلع الحياتية للمواطنين وتوعية وتطهير وتعاكم في المدارس وفي الشوارع لا مجهود مسترم حزب مستوى بالوطن من اول رمضان غادرت الموزع خمسة مليون شنط على اهالين في جميع انحاء جمهورية مصر العربية مستمرين في توزيع المواد المطهرة والكمامات والتوعية لمؤجد فيروس كورونا المستجد شغالين كل يوم فعاليات اللي ما بنبطلش يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبقى مع الناس في الشارع باستمرار احنا مع حضرتك ومع كل الاحزاب اللي بتتفاعل مع المواطن واللي بتدعم الدولة مش احزاب قضى وصالة بتخدم على حد معين عشان مصلحة وعشان انتخابات ومجلس نواب وفي الاخر خالص ما بتلقيش لهم دور انا بحيى حضرتك وبحيى كل اعضاء حزب مصابة الوطن شكرك جدا يا شهر محمود وديوفك الكرام وبرنامجك الجميل اللي كل الناس بتشاهده وانا من اكتر المتابعين لي والحضرتك واحب اقول كل الشعب المصري القادة السياسية كل سن طيبين وان شاء الله اللي اعمل اللي جاي هتبقى احسن واخلي بالك من الكلمة اللي هولها دي مصر الفترة اللي جاية هتبقى احسن واحسن وهتبقى من الدول العظمى ان شاء الله ان شاء الله يا فن اشكر معليك يا فن strains هنسمع قصير تعاوص نشوف بلدك احنا نسمع اي حاجة عاوز تشوف بلدك أعظم بلاد الكون شوفها بقلوب وعيون الطمعانين فيها شوفها بعقل وروح قاعدة قاديها هم اللي عارفنها درسنها حارة وحي هم اللي عشقنها عارفنها أصل الضي بيشتروا المالها وآثرها بالملايين بيدمرها قلنا بالفتنة والكوكاين ما بيقسوش أبدا وكأن عدوانهم مكتوب في كتابهم وأساس شرع ودين عاوز تشوف بلدك أعرق بلاد الكون شوفها في نهر الني في الضحكة والمووين في الألعى والأهرام شوفها في جمال أصوان في معبد القرنة في القاهرة والأقصر في المسكي في العتبة في السيدة نفيسة سكان حواريها والأولية ليها عاوز تشوف بلدك شوفها في عرق وصمود الشقينين فيها شوفها في لحن وصود الملهمين بيها في ريشة الفنان في الصورة والألوان عاوز تشوف بلدك شوفها في عيون سينة شوفها في دم شهيد تايل على جبنها في أرضها الطهرة في جبالها والصحرة ما في نبي ورسول إلا وخط عليها من فوق جبال الطر صوت الإله فيها مذكورة في القرآن خمس آيات ليها ازاي في يومها الضية والمولى راعيها عاوز تشوف بلدك شوفها شمال وجنوب وعشقها شرق وغرب بلدك في وسط الكون واخدى مكان القلب اقراها على الأطلس واعرف أصول الحب في السلم ابنيها وديها وقت الحر يا ابني تعبت كلام عايزنا أقول لك إيه ده اللي بيعشقها نورها تضيع نيه واللي ارتاوب نيلها لازم بيرجع ليه عاوز تشوف بلدك أعظم بلاد الكون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا